مجلس الشورى بشان تعديل اللائحة الداخلية للمجلس حيث حظي المقترحان بموافقة أصحاب السعادة عضاء المجلس لإحالتهما إلى الحكومة الموقرة بعد مناقشات مستفيدة حول إدخال التعديلات على مرسوم قانون مصرف البحرين المركزي تمت الموافقة بالإجماع عليها نظرا لأهمية هذا المرسوم في تنظيم كل ما يتعلق بالمعاملات المالية والمصرفية عالج مشكلة لها علاقة بانتداب سواء أن كان انتداب من داخل المصرف أو من خارج المصرف لتصريف أو تصفية أعمال مؤسسات مالية متعثرة وعالجها لأن كانت المحكمة الدستورية ألغت قرار سابق يتعلق حيث أن المصرف ما كان عنده الصلاحية للقيام بهذا فهي عالجها النقطة هذه والشق الثاني عالج تبعية معهد البحرين للتدريب وفي إنجاز مهم يضاف إلى مجرس الشورى في دولة الإعنقاد الثالث من الفصل التشريع الرابع تم عرض اقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد ناقشنا ما يعد من أهم الاقتراحات بقوانين التي تقدمت في هذا الفصل وهو قانون الأسرة الموحد والحمد لله تم الموافقة عليه بالإجماع من قبل عضاء المجلس وهو ما يعكس تماما قبولهم لوجود قانون أسرة موحد والأحكام التي تضمنها وكذلك ما سيكون انعكاسات تطبيق هذا الاقتراح بقانون إن شاء الله إذا ما أصبح قانون النافذ في القضاء الذي تولى مسألة العلاقات الأسرية في المحاكم هذا المقترح مهم بدرجة من الأهمية جدا لأن هناك الكثير من القضايا العالقة في أروقة المحاكم الشرعية وقد طال أمد الفصل فيها فلذلك الحاجة استدعت الحاجة الملحة والضرورية استدعت أن ويتطلب الأمر بل تطلب الأمر ضرورة وضع قانون وتشريع يقوم بين الفصل بين المتقاضيين والمترافعين في المسائل المختلف فيها أو في القضايا والعلاقات سواء كانت علاقة اجتماعية أو علاقات زوجية إن هذا القانون سوف يعالج نقصا في تنظيم أحوال الأسرة وسيساهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير القضاء البحريني ترجمة نانسي قنقر